في زيارة تفقدية لمحافظة شبوة اطلع مستشار رئيس الجمهورية نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري على بعض المشاريع التنموية بالمحافظة جباري أشهد بالحركة التنموية التي تشهدها شبوة مثمنا الجهود التي يبذلها محافظ المحافظة في إطار ترسيخ دعائم الأمن والنهوض بشبوة تنمويا وأمنيا وثقافيا اليوم زورتنا والأخ المحافظ والأخ العزيز محمد صالح عدد من المشاريع التنموية وعدد من الأماكن والنهوضة المعمارية والتنموية في عهد المحافظ النشيط وسعت أن هناك من يعمل بدون كلل أو ملل من أراد أن يعمل فلننظر إلى محافظة شبوة يعمل في كل الاتجاهات ومن يعمل ينجح وتعتزم الحكومة عقد جلسات مجلس النواب في شبوة بحسب جباري بأتبار المحافظة بيئة آمنة ومؤهلة لعودة أنشطة الحكومة داخل البلاد نحن نعرف أن المجلس صار لمدة كبيرة لم ينعقد وهذا شيء موسف والمفترض أن يقوم بدورك مؤسسة تشريعية ونرى أن المحافظة الجاهزة والقابلة أن يكون هناك جلسات المجلس النواب محافظة الشبوة شبوة أصبحت محط أنظار الحكومة لما تشهده من حراكا تنمويا ملموسا علاوة على الاستقرار الأمني وضربت أروع الأمثلة في الدفاع عن الدولة والجمهورية وتحطمت على أسوارها الأجندات الخارجية عوات صالح لقناة المهرية محافظة شبوة ترجمة نانسي قنقر